اشتركوا في القناة ان يكون العبد كثيرا انتغفار كثيرا مينادة الى الله الحديد الغفار من اكثر من الانتغفار جعل الله له من كل هدف فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاه عافية كان صلى الله عليه وسلم يستضرر الله في يوم اكثر من نهة مرة وقال ايوها الناس توفوا الى الله واصدفروا فاني أستغفر الله في اليوم اكثر من سبعين مرة كثرة الاستغفار بارد من ابواب المحر تغفر الله قائمة استغفر الله ذاهبا مراجعا فانتهت وانت تطلب الاستغفار استغفرت الله عند خروجك لانه ربما حرم العبد الهزق بسدد الله ويرجعت الى بيتك واورد الى اهلك اكثرت من الاستغفار لربك خشيت ان تكون مرد او اسأت او اخطأ وترجع الى بيتك وانت منصول من الغروب والخطايا اكثر من الاستغفار بالله فان الاستغفار سبق من الصلاة الوحر ولذلك كان الذي يصب الله عليه وسلم يستغفر الله ويستفتح الصلاة بالاستغفار ويسأل ربه ان يغسله من الظروب والخطايا بالناء والفل والبرد ومن علم ان الظروب شؤمها عظيم وبناءها وخيم وعاقبتها سيئا فكم من ذنب قال الى حزان بس وكم من ذنب اضرب به القلب وكم من ذنب ضمثته النصير وكم من ذنب فصلت به عياء وكم من ذنب نهدت به الاموال وكم من ذنب كان سببا في سوء الخافظ وعيادا بالله وسوء الحال الذنوب مريد الى الكفر وطريق الى الكفر فعل العبد ان يفر منها الى ارشد الرحيم وخير الرحيم وان يستيقن ان الله حديث ورح من تقرب مني شكرا تقربت منه ذراعا وان تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا واذا اتا لي يمشي اتيته هررا ومن الاسباب التي تعين على بخيرة الله للعبد برؤه الوالدين وصلته الى رحل وحسن ظنه المسلمين وسلامة صدعه وما يكون منه من الاحسان كالعرف على الفقراء والضعفاء وقضاء ضيون المعسلين وتفريج الكربات عن المكروبين فانها سحاشة ورحمة منها ورحمة الله يقف العبد بين يدي الله يوم القيامة فتعظم عليه الظنوب وتكثر منه صدايا والعيو فيطول الله عبد وجل انه كان يتجاوز عد المعسلين ونحن احب بالتجاوز عبد قد غفرت لعبده وتجاوز صحيح قال صلى الله عليه وسلم انه كان في من كان قبلكم رجل يدين الناس ويقربهم وكان يقول لغلمانه اذا رأيتم احسر فتجاوزوا عنه لعم الله فتجاوز عده قال صلى الله عليه وسلم فوقف بين يدي الناس فقال الله لملائكته نحن احب بالعفو من عبده قد غفرت من عبده وفي رواية قد تجاوز عنه فذهبوا به لتجاوز فمن اسمات الرحمن رحمة العباد والإحسان إليه وشكهم بالعفو والمغفرة فمن عامل الناس بالسلاحة عامل الله بالرحمة والرحمون يرحمهم الله نسأل الله العجو رب العشاء كريم لأزمائهم حسنى ونصفاتهم حلاء اللا يتنويق جمعنا هذا إلا بذنب المغفور اللهم ارحموا وعدنا اللهم ارحموا وعدنا واختبتنا الله تفتبتنا ما تقلتنا وما تقلتنا وما ظهر وما تقلتنا